طيب لنتكالي للمرحلة الثانوية أنت دخلت إلى مدرسة الشاطئ الثانوية المشهورة بصرامة مديرها الأستاذ جميل عبدالجبار حدثني عن تلك المرحلة الثانوية أهم ما تحقق لي في الثانوية أنني التعقت بالقسم الأدبي كان هاجسي هو أن أعبر إلى تعلم اللغة العربية الخطوة الأولى هي أن ألتحك بالقسم الأدبي وأذكر جميل عبدالجبار رحمة الله عليه رغم أنه كان المجتمع في حينها يعلي قيمة العلم بأن المستقبل كان وأتذكر بناء على درجاتي في الصفة الأول تنوي وضعت في القسم العلمي فذهبت إلى الأستاذ جميل عبدالجبار أطلب منه أن أنتقل إلى الأدبي رفض طلب مني أن أحضر ولي أمري وبعد محاولات وافق على انتقالي إلى القسم الأدبي لأنني كنت بذلك أضع قدمي على متغير أو على متحول في حياتي في الاتجاه نحو اللغة العربية فكان أهم ما قدمت لي الثانوية هي أنني بدأت تخصصي من هناك من القسم الأدبي في الثانوية الشات الثانوية قدمت لي تجربة أخرى تجربة الصحافة الحائطية وأعتقد أنها كانت تجربة مميزة تماما وكنا نحظى بدعم كبير من مدير المدينة